اه طيب انت دخلت الناشئين في نادي طنطة سنة كام؟ انا دخلت في كان اتنين وسبعين اتنين وسبعين اتنين وسبعين عدت تلعب في الناشئين لمدة قدية انا اول ما لعبت لعبت تحت 16 سنة الاول وبعدين وانا في اول سنة ليا في 16 سنة لعبت جميع العمر السنية كل عمر السنية لعبت 16 و 18 و 21 و فرقة كبيرة يعني انا لعبت فرقة كبيرة وانا عندي 15 سنة ونص 16 سنة ما شاء الله وانت بتلعب كرة شرف في الشارع الاسرة او الاهل ما كانش بيمنعوك منك تنزل تلعب تحت ولا كنت بتزوغ هو اهل ما كانوش بيشوفوني ما هي دي ميزة يعني لو كانوا بيشوفوني كانوا يمنعوني بس هو الحمد لله ان الولد الله يرحمه كان بينزل من السغل بدري وبييجي متأخر بالليل والحاجة الله يرحمه برضو الله يرحمه ويحسنت لي فلا كنت انا اخلص الدراسة واعد في الشارع رائل في الشارع طول النهار لا حد بيسأل عندي ما حدش قالوهم ان متحك بيلعب كرة في الشارع كانت مفاجأة كانت مفاجأة تلاقي والدتي الله يرحمه الله يرحمه كان يخبط عليها ناس كده وتبتح لهم الباب فالكابتن متحت بس ايه ممكن احنا عايزين وعلينا مطر في الحتة البولانية فبدأت تعرف ان انا مطلوب من ايه من فرق الكرة الشراب نجل بقى نجل بقى نجل بقى كرة شراب كان ليك فرقه مخصوص في بتلعب معها اه اه أه لنا فرقه وفرقه مشهوره جدا كانوا فى طنطا مين من اللعبه اللي لاعبل كostatين معاك كرة شراب اصبحت لعبه كبيره فينادي طنطا آآآ كان بيلعب معانا عجيبه الله يرحمه 博ب للبرى احارس مارما كان بيلعب آآآ الكوكو الغامري بولول الغامري آآو بيلعب معانا بيلعب معانا لعيبة حسام عوض الله يرحمه الله يرحمه يعني كان مجموع من اللعبه كنت من لعبه كابتن صلاح محسن برضو من اللعيبة الكبار في النادي سنطا فكنا يعني فيه مجموعة معروفة دي كنا منلعب كلنا مع بعض ما فكرتش أول ما دخلت فريق الناشئين كنت بتحلم أنك تروح في يوم من الأيام تلعب للفريق الأول طبعاً أنا أول ما رحت في انضميت لفرقة تحت 16 سنة لنادي سنطا ولعبت كل ما راح للسنية على طول أنا كنت عارف حداك أنه أنا كنت هدات هدات للدوري 16 سنة أو 18 سنة و21 سنة يعني أنا كنت هدات في الفرقة في كل الأعمار السنية أنا كنت مهاجم الأول مش مدافع طب كل ده يعني أنت هدات وفي نادي سنطا والأسرة أو الوالد ما عرفش أنت بتلعب في نادي سنطا الوالد الله يرحمه ما عرفش إلا لما جات مباراة كانت منتخب مص بيلعب مع نادي سنطا مباراة ودية ولما طلع على المعاش بقى فضالك لا 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 هو والد مهندس المعماري وعنده شركة مأولات فهو شغل خاص بيجمع فلوس بس بس بيعدي فلوس فهو معرفش أنه عنده ابنه لعيب كبير ونجم في نادي سنطا إلا من خلال كانت فيه مباراة مهمة أوي منتخب مص بيلعب مباراة ودية قدام فريق تنطا لا سنة كام؟ سنة ستة وسبعين كان المنتخب ده مشكل إزاي كابت المصطفى خط الدفاع بتاع بتاع النادي الأهلي خط الوسط بتاع خط نادي الزمال الهجوم كان الشازل وعلب وجريشا يعني كان متكون من فريق قليل لو تفتكر الفريو ده وبعد كده نص الملعب من الزمالك والدفينسي من نادي الأهلي والدفينسي كله اللي هو كابتن حسن مصطفى وعبد الباقي والجول كان إكرامي وكان ساعتها أنا كان عندي 15 سنة ونص 16 سنة وبعد ربع ساعة تلت ساعة جبت الهدى إحنا كسبنا المنتخب ساعتها واحد سفر في المباراة دي وأنا جبت الجول من بره 18 هدر بالهد في كابتن إكرامي كان جول جميل أبو كان إكرامي يطالع من بره إكرامي منساش الجول ده أبدا متأكد من الكلام ده؟ لا أقسم إكرامي هو إكرامي إكرامي كان الكورة مرفوعة بالعرض فابتدى يطلع من على خط الجول ابتدى يبقى في السيكس يارد وأنا على 18 كورة جتلي عالية فقمت أنا عملها لوب براسي هل المباراة دي هي اللي لعبتك درجة أولى في دادي طنطا؟ أنا كنت بلعب درجة أولى في طنطا بس هي المباراة دي ابتدت الجماهير بتاع الطنطا ترتبط بي والحمد لله يعني أنا في الفترة دي كان ليا برضو في خلال الدور الدرجة التانية والأقاديم والدلتة بصفة عامة يعني كنت مشهور جدا يقولك كابتن متحطة مربطة عالطنطا يعني كنت ابتدتها تعرف لجماهير كتيرة في المحافظات التانية أنا سمعت وعرفت إنك لعبت منتخب مصر قبل ما تلعب دور عام ودي حقيقة هو في الماتش ده بالذات كان فيه الدكتور حنى في مختار وده كان مسك ده أستاذنا في كل التربية الرضية كان مسك التربية الرضية وكان مسك هو المصرف على المنتخبات وكانوا بيشكلوا بيشكلوا منتخب اللي هو حيروح الدورة العربية في سوريا وفيه منتخب تاني اللي هو المنتخب الكبير التاني اللي هو هم اختاروني للمنتخب اللي رايح سوريا اللي هي الدورة العربية بس ساعتها ما كملتش الدورة دي ما راحتش فما حصلت الانضمام للمنتخب لكن بعدها حصل المنتخب النشئين وخدونا على طول